أخيراً خضعت لنا يا عزيزي بعد غياب تسع سنين تسع سنين لا عايزة تيجي في حضننا ولا عايزة تقرب مننا ما تفهمش إحنا رحيتنا وحشة ولا محتاجيني سبري عرق ولا إيه ولكن رسمياً ريال مدريد بطلاً للكوبة ديري للمرة العشرين يا عزيز طبعاً أنا مش عارف احتفالات الكوبة ديري بتبقى عاملة إزاي البطولة غايبة عنينا بأنها تسع سنين نفسي أسأل ناس تانية إزاي بيحتفلوا بهذه البطولة ولكن يقول لك لا خليت في فريقك ولكن خلينا نقول قعدة للاحتفالات في قعدة في دستور المارينجي الجميل ولازم تفهم قعدة بكل بساطة إن في أي نهاء لا جديد لأن بطله بيكون ريال مدريد عادة طبعاً بطولة الصبر الأسباني لأنه ما ينفعش ريال مدريد اللي يكوش على كل حاجة لازم يسيب حاجة ليه لحواليه قصيل يا برحاق قصيل يا خواهق مش بس كده عزيزي ده كمان ريال مدريد بيضحي وبيتنازل بمذابه عن المركز الثاني لأتلتكو مدريد وانت عارف انت عارف الفلوس بالنسبة لبريز يعني ايه؟ وبيخسر من سبعة لتمانية مليون يورو علشان يبقى في المركز الثالث مقابل ان الراجل اللي اسمه سيميوني يشتري له كم بدلة كده ويرحمنا بأم البدلة اللي ما بيغراش من ساعة ما جاء أتلتكو مدريد اراك توزع من معلومك خلينا نتكلم على فرحة النهاردة ولكن قبل ما نبدأ الكلام خليني انا افكرك يا عزيز ما تنساش انك تعملينا لايك من هنا ناوع علشان انت بتنسى وتكتب لنا هالة مدريد دائماً وابداً بصوت عالي موسيقى انا معاك ان النهاية يكسب ولا يلعب وما اختلفناش وانحن حبايا ولكن النهاردة ريال مدريد عمل الحاكتين كسب ولعب لان لما تيجي تتفرج في اول دقتين في اول دقتين يعني وانحن لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم هي المباراة تتزاعة الاس اس اس اي ولا على البينسبورت بلال علام ولا فهدي العتيبي وبيتجيب كورسي وعايس تقوم تعمل كوباي الشاي وبيتلاقي الفم حاجة الفم حاجة المنفجر بيجيب هدفين النهاردة بالمناسبة وخليني اسألك سؤال ورد علي في الكومنتات الهدفين دول بيفكرون بايه السنة اللي فات الهدفين دول فالخير اوي فالخير اوي والسلساء يقترب يا عزيز ولكن النهاردة بتتفرج من اول مرة يا المدريد بيجيب الهدف الاولاني في اول دقتين ايه ده هل انت محبول هل انت متوقع ان ريال ماديدة يحرق لك السيناريو في المركز بتاعك والله العظيم فينيسي الجونيور ظاهرة قروية هيتحدث عليها الكثير والكثير في السنوات القادمة لسه العمر قدامه ربنا يديله طلط العمر وكل حاجة ولكن انت ليه بتوصل للناس منطدعتك ليه الجمهور النهاردة بيهتف ضد فينيسي الجونيور في بداية المباراة ملقاش حد يعترض معاه ولا حد يتخاني معاه حب يشد مع الحاكم حب تينو اخذ بالك شوية الوادي اللي اسمه مونيكا يولا دوت اللي هو الباك اليمين بتاع فريق اساسونا وبالك لبسه انظار وعمال يشد معاه وعمال يتخاني معاه اي نعم النهاردة فينيسي الجونيور بهدل كل الاظهرة اللي موجودة امام اساسونا وبالك بقلوب الدفاع بتاعهم وكان ناقص يمرأس الحكم اكسن بالله العظيم مفيش غير الحكم ويطلع على الجمهور بتاع اساسونا اللي عمال يولع شماريخ والأمن عمال يهدي فيه ومش عارف ايه وبتاعه وتحس ان انشيلوكي جعلهم خصم قوي امام ريال ماديد عمل منهم خصم قوي لولا النهاردة الفم حاجة ومحدش يتلمني على الكابتن كاريم بنزيمة عشان انا زعلان منه حبيتين سيبك من الاداء ان كاريم بنزيمة مستوى ممكن يعلى مستوى ممكن يهبط انا ما عنديش مشكلة ولكن انا النهاردة ما حسدش ان فيه قائد يقدر يحمي فينيسي الجونيور يقدر يدافع عن فينيسي الجونيور يقدر يديله على مين يديله على مين على وشه امه ويلعب قوله العب كرة وانت ساكن على الاقل يا عم كريم انما في نهاية الشوت الاول وانت ماشي كده تلاقي كريم بقى فينيسي الجونيور رايح لقط اللبس اللعيبة بتاعت قصصوني عايزة تقفش فيه اسفاجاتا اشوف مين اللي على قامرة الاقي فاسكيس ده فاسكيس مش في الملعب اصلا ده فاسكيس اهب بره وغبلك طب فين القائد بتاعنا فين كاريم بنزيمة فين اللي تحت القاعد تونو كروس حد يرزع اهله على مين ويقوله ركز في الكورة النهاردة اختلف طبعا اداء فينسي الجونيور على الشوت الاولاني والشوت الثاني والاثنين ارواح من بعض بالمناسبة ولكن فينسي الجونيور النهاردة كان مزاجه رايح تحس كده من احسن المباراة اللي لعبها في موسم 2023 فينسي الجونيور النهار حفال خير الواحد متفارق يعني سيبك انت عما انشلوتي من اي انتقاضات الليلة ليلك فرح وكلنا مبسوطين الحمدلله وكل حاجة انا ما عندي مشكلة انك تخسر سوبر اسباني انك تخسر دوري اسباني مفيش اي مشكلة حتا لو خسرت النهاردة كاس الملك الكوبة ديري برضو مفيش مشكلة انا اهم حاجة عندي يوم السلساء القادم والحارقة عشر الحارقة عشر اللي الناس كلها مستنيها اللي الناس كلها انت عملت ضحي بدوري اسباني وبسوبر اسباني أخذت السوبر الأوروبي في بداية الموسم ولكن أهم حاجة تحضر جيدا لمباراة مانشستر سيتي هذه المباراة دافعة معنوية بالنسبة لريال مادريد ريال مادريد النهاردة اللي كان فيه رعونة في الشوط الأولاني خلينا نقول للينا واللي علينا آه كنا نقدر نخلص الشوط الأولاني بتلت أهداف على الأقل أخذك خصوصا الكورة اللي عملها رودريجو لكريم بنزيمة وتحس ان النهاردة رودريجو وأخذك الوادي اللي اسمه فينيش الجونر اللي اتنين عايزين يقدموا سيربرايز لكريم بنزيمة كريم بنزيمة مش عيد ميلاده النهاردة ولا أي حاجة ولكن لازم تلعب كورة تخدم التاريخ النهاردة الكورة بتاعت ريجوه ولعبها بالكعب لكريم بنزيمة كريم بنزيمة بيركنة وتحس ان كريم بنزيمة مالوش نفسي يلعب أكسم بالله العظيم تحس كده ان انشلوتي راحله وقال له يا كريم بنزيمة لو ملاتش احنا هنلعب نقص واحد قال له طب خلاص انا هنزل كمال اتعداد النهاردة اه كان الرجل بيحاول اتحرك وكل حاجة ولكن النهاردة الخطف الأضواء رودريجو رودريجو يا جماعة الفام حاجة رودريجو اللي ممكن يلعب نحية اليمين وهبالك وانا واحد من الناس انا بعترض ان رودريجو يلعب انا احب رودريجو يلعب مواجم تاني يلعب ناحية الشمال ومع ذلك النهاردة رودريجو نحية اليمين بيجيب هدفين في أي مكان بيلعب فيه رودريجو بيتقلق وينفجر موسم اللي فات اللي كان فيه بديل وغبالك وكان بينزل بس خمس دقايق وأنا مش عايز أذكر برضو الأحداث عشان الناس ما تبتكرش أن أنا بلس نقول حاجة ولكن بمجرد أن رودريجو ينزل خمس دقايق تجي جاب لك جون صنع لك هدف جاب لك هدفين ما فيش أي مشكلة ولكن دلوقتي ريال مدريد ما يقدرش يستغنى عن رودريجو في المباراة الحاسمة ولكن خلينا برضو نقول في جنود مجهولة في المباراة الخال كرفخال أكثر من مرة النهاردة كرفخال كان بيلعب على روحه كان بيلعب على دمه كان بيلعب على أهله والله العظيم كرفخال النهاردة بيشيل هدفين كرفخال النهاردة كان مستأتل جيدا في الناحي يلينين قدر يوقف نوعا ما خطورة الزلزولي اللاعب المغربي ابننا المغربي اللي عرصت اللينفوق اللي انفرض النهاردة بقرطوة وتكفى على وشه الراجل اسمه ميليتاو اللي أنا برضو عايز أقولك حاجة لميليتاو ميليتاو ساعدت حس كده إن هو أحسن مدافع في العالم وساعدت حس إن الدور الكوستاريكي يليق بيه ما ينفعش إن دوتي بقى مدافع لريلمة دي فده الموسم بتاع الانخفاض بتاع ميليتاو ميليتاو متعالي قوي متكبر زيادة عن اللزوم واصك قوي من نفسه بيتحرك ببطئ حبتين مصلحة كبيرة قوي إن ميليتاو مرايح فيه المباراة بتاع سانتياجو برنابيو أمام منشستر سيتي السلساء القادم غالباً هيلعب روديجير وغبالك والوادي اللي اسمه ألابة النهاردة عمله مطش أجامج جداً روديجير وألابة النهاردة عمل تغييرة زكية جداً أما طلعت شاوميني أنا قلت خلاص هو طلعت شاوميني ممكن ينزل لوكا مودريتش ممكن ينزل سيبيوس لا ده نزل روديجير طب إنت هتعمل إيه مش فاهم يعني هتلعب بخمسة فاعلك لا أنا هطلع حط روديجير قلب إدفاع وغبالك مع ميليتاو وطلع ألابة على الناحية شمال وتعالى يا كامافينجا في خط النص عشان وقف هجماتهم عشان ما يقرفوناش ولكن النهاردة أساسونة كان بيلعب على استحياء خصوصاً بقى في الشوت الأولاني أما في الشوت التاني أساسونة فضل ضغطك أكتر من 15 دقيقة ساروخية بيجيبها في الراجل في كورتوه وغبالك وانفجار من الجماهير وكل حاجة وبتاع وكان شكل ريال مدريدو أن يلعب على هجمة المرتدة أمام تريق زي ده كتحاجة تحزن حبتين ولكن الناس هتقولك أن البطولة تكسب ولا تلعب وأنا واحد من الناس بقولك أن النهاردة ريال مدريد عمل مباراة وإيسا جداً بقيادة فينيسي الجونيور وقيادة رودريجو عجبني كمان توني كروس النهاردة في تحولاته والقرات اللي عمال يحاول بها الملعب إذا كان يمين وشماله ولكن كلهم كانوا مركزين على الحتة بتاع فينيسي الجونيور أنه هيهين أي حد هيهين أي حد ويقلل من كرامة أي حد ما فيش أي مشكلة تشاوميني برضو لسه تشاوميني ما نسجمش حبتين أما فالفيردي فننصحت الفالفيردي طلقها صدقني وشها وحش عليك وشها شقم عليك أكسم بالله العظيم انت نازل كده تحس أن هي مدياب كرسي نكت لولا اللي أنت متجوزة أو مش متجوزة دي أنا مش فاهم العلاقة القذرة اللي بينكم يعني ولكن بالفيردي دايماً قافل وشه دايماً مكشر دايماً بالفيردي وعبالك في المراوغات بالفيردي بقى ضعيف جداً بالفيردي حتى فيه البساط تحس أنه مش مركز على ناحية التمريرات ولا أي حاجة معجبنيش خالص بالفيردي النهاردة تماماً يا عزيز أما أسنسو فكان نازل النهاردة ديف شرف نزل تقريباً يلعب ثلاث دقائق لوكا مادرش مادرش أن احنا نخاطر بيه علشان المباراة القادمة أنا ما عنديش مشكلة يا عم أنشلوتي لأي حاجة اللي فات مات هنفتح صفحة بيضة إن شاء الله مع بعض نجيب لك فيها اتنين كيلو الباندكر يخشي تسترجل في قراراتك وتركز بقى في المباراة القادمة طبعاً النهاردة ريان مديد واخد بطولة والنهاردة كمان منشستر سيتي بيقرب من حسم الدوري بعد الفوز على ليدزي لونيتد شوفت النهاردة رياض محرس بيسنع صناقية لجندجان وجندجان بيضيع ضرب الجزاء قال إيه علشان يجيب الهاتركوب بتاع معين هالند المفروض أن هو اللي يلعب راكلة الجزاء المباراة بتنتهي اتنين واحد خلينا نقول أن الاتنين ريئين الاتنين ريئين إذا كان جوارديولا بفريق منشستر سيتي إذا كان ريال مديد وهبالك بأنشلوتي أتمنى بقى أفكار جديدة تتطبق في الملعب إزاي توقف بقى هالند إزاي توقف خطورة دي بروين إزاي توقف برنالدو سيلفا إزاي توقف انطلاقات جاريليتش هم برضو عاملين حساب كبير جدا لواحد زي فينيسي جونيور ورودريجو وكريم بنزيمة وخط النص بتاعنا أتوقع طبعا أن احنا هنلعب بخط النص المعهود عليه دكتوني كروس مودريتش والوادي اللي اسمه بالفيردي وهنلعب طبعا في الهجوم كريم بنزيمة وعندك رودريجو وفينيسي جونيور وهنلعب على اليمين الخال كارتخال ده أساسي وعندك رودريجير وألابة وعن ناحية الشمال كما فينجا وحارسنا كورتوه هو حارس العرين خلينا نقول كلمة أخيرة مبروك لكل من هو مدرستة وما تنساش أنك تكتب هلا مدريد دائما وأبدا